اشتركوا في القناة قال سمعت سليمان بن أبي مسلم الأحوال كوفي هكذا الكوفي أي المكي نعم سليمان بن أبي مسلم الأحوال المكي عن طاووس وطاووس ابن كيسان الحم يري مولاهم أبو عبد الرحمن اليمني ثقة فاضل عن ابن عباس الحبر البحر أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك هذا الحديث حديث عظيم وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد إذا قام من الليل هل في وسط الليل والسياق يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة والإمام بن خزيمة ترجما عليه فقال الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر فهو من أدعية استفتاح الصلاة فكان النبي يستفتح صلاة الليل بهذا الدعاء بهذا الدعاء فيه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وهنا قدم الخبر للدلالة على التخصيص أنت نور السماوات والأرض أي أنت منور السماوات والأرض وبك يهتدي من فيهما وهناك أقوال فالنور من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله من الأشجار وما أودع ذلك من الأرض هو من هو منه سبحانه وتعالى ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض جاءت أنت قيم وقيام وقيام على المبالغة من قام بالشيء فهو القائم بنفسه القائم على غيره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هو الله جل وعلا فهو القائم على نفسه القائم بنفسه والقائم على خلقه ولا يقوم شيء إلا به الله لا إله إلا هو الحي القيوم قيوم وقيام سبحانه وتعالى ولك الحمد أنت الحق أنت الحق أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك ويقوم بلا شك والله جل وعلا من أسمائه الحق قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في قوله أنت الحق ووعدك الحق وعدك الحق الصادق فما وعد الله به فهو صادق في وعده قل صدق الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا قوله وقولك الحق قوله الشرعي والكوني كلماته الكونية والشرعية فالقرآن حق وأفعاله حق إنما أمره إذا أراد أن يقول إنما أمره إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون وقولك الحق ولقاءك حق أي في يوم القيامة ومن لازم اللقاء النظر فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى والجنة حق خلقها حق ووجودها حق وما فيها حق وهي لأهل الحق والذي بناها هو الحق والنار حق أي وجودها ومن دخلها فلم يظلمه الله وإنما ظلم نفسه والساعة حق القيامة حق فالله جل وعلا لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى والنبيون والنبيون حق من أولهم وهو آدم وإلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحمد حق وخص نفسه صلوات ربي وسلامه عليه لأنه هو أفضلهم وهو سيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لك أسلمت إن قدت ماذا الإسلام الاستسلام والانقياد وعليك توكلت توكل هو الاعتماد وهو أعظم الناس إسلاما وأشدهم توكلا بل إليه المنتهى لكن هذا من تواضعه ومن تعليمه لأمته وبك آمنت آمنت بك ربا آمنت بك إلها آمنت بأسمائك وصفاتك أنا مقر ومصدق وإليك أنبت الإنابة الخضوع والرجوع والخشور وبك خاصمت أي من أجلك لا من أجلي وإليك حاكمت إلى كتابك وشرعك لا إلى الطواغيت والكهان كما كان أهل الجاهلية والأعراف والقوانين فاغفر لي ما قدمت وما أخرت هذا كما سمعنا من باب التواضع وإلا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسررت وما أعلنت الإسرار العمل المخفي والإعلان المعلن والمظهر أنت المقدم تقدم من تشاء وأنت المؤخر تؤخر من تشاء أنت المقدم لنبيك يوم القيامة وأنت المؤخر أي أخرت أمتا فهي آخر العمم لكنها هي أول الأمم لا إله إلا أنت لا معبود بحق إلا أنت ولا إله غيرك سبحانه وتعالى فهذا حديث عظيم وأن حافظ أشار إلى شرحه وأنه تقدم إلهنا بارك الله موسيقى وmondو